بعد أن كانت الأحزاب بميليشياتها والكتل السياسي الموالية لإيران في العراق تظهر العداء وتشن الهجمات على قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية أصبحت اليوم تخطب ودهم وتعلن البراءة من تلك الهجمات بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات سياسية واقتصادية تتجاوز العقوبات التقليدية وفقا لمصادر صحفية الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران تسابقت في بيانات أكدت فيها براءتهم مما وصفوها بالعمليات المشبوهة والانشطة العسكرية غير القانونية التي تستهدف مصالح أجنبية رفق هذه التغييرات في مواقف الميليشيات إقالة آمر لواء ثلاثين في ميليشيا الحشد وعد القدو وزعيم ميليشيا سرايا الخرسان حامد الجزائري في محاولة لتغيير الوجوه بأخرى تحمل نفس الولاء لإيران مصادر مطالعة تحدثت عن القلق لدى زعماء الأحزاب والكتل الموالية لإيران الذين أبلغوا في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن واشنطن ستتعامل مع كل من يسكت أو يتساهل إذا استهداف قوات التحالف الدولي والسفرات باعتباره شريكا في الهجمات صحيفة لغيون الفرنسية قالت إن الميليشيات الموالية لإيران في العراق بدأت في تراجع خطوات إلا أن الشكوك حول نواياها تبقى قائمة وأن حكومة القاظمي أضعف من أن تكبح جماح الميليشيات وتحصر الصلاح بيد الدولة من جانبها تهمت الخارجية الأمريكية ميليشيا الحشد بزعزعة الاستقرار في العراق وأكدتنا إيران تلعب دورا تخريبيا في المنطقة منذ عام 1979 وتواصل دعمها للميليشيات التابعة لها بأموال ضخمة لسيما في العراق حملات مصادرة الأسلحة التي تقوم بها القوات الحكومية تستهدف الأسلحة الخفيفة بيد المدنيين بحسب موقع المونيتر الأمريكي بينما لا تزال الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بيد الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة العراق أصبح ساحة لتدخلات الإقليمية والدولية ويعاني من أزمات غير مسبوقة كالفوضى الأمنية والتراجع الاقتصادي وتفشي الفساد بحسب صحيفة ذهيلة الأمريكية التي أشارت إلى أن التنافس الإقليمي على العراق دفع الشباب المتظاهر إلى الخروج ضد الأحزاب السياسية المدعومة إيرانيا ترجمة نانسي قنقر شكرا